موسيقى مهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للحديث عن اختطاف الميليشيا للموظفين العاملين في المنظمات الدولية قالت مصادر محلية ان ميليشيا الحوثي اختطفت موظفين يعملان لدى منظمة دولية في صنعاء المصادر اضافت ان الميليشيا اختطفت اوفا النعامي وزميرها الحسن القوطاري الذين يعملان لدى منظمة سيفر وورد البريطانية بعد استدعائهما من قبل الامن القومي الاثنين الماضي هذا وادانت شبكة التضامن النسوي اختطاف النعام والقوطاري مطالبة بالكشف عن مصيرهما واطلاق صراحهما كما دعت الشبكة المنظمات الدولية الى الوقوف مع موظفيها بشكل علني وتوفير الحماية لهم بما في ذلك برامج الانتقال الى اماكن امنة نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين انتهاكات الميليشيا بحق الموظفين في المنظمات الدولية ودول المنظمات الدولية في كشف هذه الانتهاكات نتابع وإياكم هذا التقرير ثم نبدأ النقاش لا يمر يوم دون ان تسجل التقارير الحقوقية انتهاكات جديدة لميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها انتهاكات تطال ناشطين ونساء ايضا وحتى عاملين في مجال الاغاثة وموظفين في المنظمات الدولية العاملة في اليمن تفيد الاخبار الواردة ان ميليشيا الحوثي اختطفت الناشطة في منظمة سيفرورد البريطانية أوفا النعامي وزميلها الحسن القطاري بالاضافة الى نهب الاجهزة والمعدات والوتائق الخاصة بالمنظمة في تفاصيل ان الميليشيا استدعت النعامي وزميلها الى الامن القومي في صنعاء قبل اسبوع بغرض عقد اجتماع ومنذ ذلك اليوم تم اخفاؤهم وتكتم عليهم لكن مصادر حقوقية قالت ان المنظمة التي تعمل فيها النعام وزميلها كانت قد كشفت في وقت سابق قيام ميليشيا الحوثي باختطاف نحو 120 امرأة في صنعاء منهن من تم احتيازهن لدى البحث الجنائي اكد ذلك المنظمة اليمنية لمكفحة الاتجار بالبشر والتي اوردت تقريرا اشار الى وجود معتقلات سرية تستخدمها ميليشيا الحوثي لاخفاء عشرات النساء بهدف ابتزاز الاهالي لتحقيق مكاسب مادية وبالرغم من ان هذه الانتهاكات تطالم وظفي المنظمات الدولية العاملة في اليمن الا ان بعضها تصمت عن الادلاء بأي معلومات او حتى بيان ادانة وتكتفي بطلب الوساطات سرا بمعزل عن الاعلام وبحسب مراقبين فان هذا الاسلوب الناعم الذي تستخدمه المنظمات المعنية مع الميليشيا في هذه الحالات يشجعها على المزيد من التمادي وممارسة ما هو ابشع من ذلك شبكة التضامن النسوي طالبت المنظمات الدولية بالوقوف مع موظفيها بشكل علني وتوفير الحماية لهم بما في ذلك برامج الانتقال الى اماكن امنة في اشارة الى ان ميليشيا الحوثي حاصرت مساحات العمل الانساني ولغمت الطرق الى كشف الحقيقة بعد ان حولت البلد الى ركام ومعتقلات مليئة بالمعذبين والمقهورين وجدد اترحب بكم مشاهدين الكرام الى هذه الحلقة من زوايا الحدث كما ارحب بمن ينضم الينا من فيينا رئيس منظمة السام للحقوق والحريات للستة وفيق الحميدي اهلا بكم استة وفيق بداية فيما تحدثنا في هذا الخبر الجديد حول اختطاف موظفين يعملان لدى منظمة سيفر وورد في صنعاء هل هذه سابقة تعد بالنسبة لميليشيا الحوثي في التعامل مع موظفين المنظمات الدولية ام ان ذلك حدث من قبل رسال خير لك وجميع مشاهدي قناتكم الكريمة وانا حقيقة ما اريد التأكيد عليه في هذه النقطة على ان العاملين في النشاط الحقوقي والمدني بشكل عام اليوم في اليمن هم يعملون في اسوأ بياء على مستوى العالم ربما يحملون اكسانهم على كفهم نحن لدينا تقرير سيصدر قريبا هناك رصد لما يقارب من اكثر من الف حالة انتهاك لناشطين بشكل عام وصحفيين بالنسبة لهذه النقطة بحسب شهادات موتقى لمعتقلين سابقين كان هناك معتقلين يطبعون الصليب الاحمر ايضا في صنعاء لدى جماعة الحوثي ونحتفظ باسمائهم ايضا هناك معتقلين لدول كبرى داخلهم امريكيين وفرنسيين وايضا كان هناك معتقلين لمنظمة دولية موجودين في سجنة في احد السجون القنوبية بمعنى اليوم الغريبة في هذا الامر هو تكتم هذه المنظمات لم نسمع الى حد الان موقف قوي وواضح من كثير من هذه المنظمات لهذه الافعال المدانة والمحرمة وفقا للقانون الدولي والدستور اليمني طيب ايضا كيف يعني لماذا تستهدف ميليشيات الحوثي هؤلاء الموظفين يعني في نهاية المطار ميليشيات الحوثي او جماعة الحوثي في بدايتها كانت تعول على هذه المنظمات في سياق اصال صوتها للخارج عندما كانت تواجدها كان حصري في منطقة معينة في اليمن الان لماذا تستهدفه جماعة الحوثي هي في النهاية تستهدف اي صوت ترى انه لا يتوافق او لا يتماشى مع سياستها وقد يشكل خطر عليها وربما ايضا من اجل الضغط على المنظمات الدولية لكثير من الارتزاز وكسب كثير من هذه المواقف لانه لا توجد احيانا مبررات واضحة وحقيقية وخاصة اننا لم نقرأ او نشاهد بيان واضح من هذه المنظمات يشرح الملابسات والتفاصيل وحتى كيف تم الافراق عن هؤلاء الناشطين فيما بعد في اطار صفقة او في اطار تعاون الى غير ذلك من اجل تتجلى هذه الحقيقة لكن ما نريد ان التأكيد علينا جماعة الحوثي هي لا تفرق في البداية والنهاية الا من ناحية من سيخدمها ومن يتعارض مع مصالحها هي لا تعول ان يكون يتبع منظمة محلية او يتبع منظمة دولية اي ان كان هذا الامر ما دام يتعارض ويهدد سمعتها ويتعارض مع اهدافها في السياق الوضع بشكل عام في المحافظات القابعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي برأيك هل يمكن اعتبار ان هؤلاء الموظفين الذين يبدو انهم يمنيون في نهاية المطاف انهم امنون او ربما ام ان هناك خطر على حياتهم بعد هذا الاختطاف هو باختصار لا يوجد ناشط حقوقي حر ومحايد امن سواء كان في تحت المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي او المناطق التي تسيطر عليها القوة الشرعية وخاصة القوة الاماراتية هنالك اضم اعتقالين صحتيين وناشط الحقوقيين تعرضوا لحملة واعتقالات وحملة تحوين من قبل دولة الامارات او القوات التي تتبع فيها هنالك ناشطين كتر سيصدر التقرير الذي ستصدره منظمة سام يتضمن قصص بالعشرات لناشطين حقوقيين في صنعاء في دمار في اب في حجة في كثير من المناطق تعرضوا للاعتقال تعرضوا للتعذيب بعضهم تعرضوا للتصفية وللموت بعضهم فقر بيته بعضهم قطعت منه الرواتب البعض مشرد في الخارج لا حد اليوم بالتالي الوضع نستطيع ان نقول حرية العمل الحقوقي منعدمة ربا اليوم الناشطين المدنيين والحقوقيين وحتى الصحفيين يعملون في بيئة خطيرة جدا لا تتوفر فيها نسبة امان ولا واحد في المياه باستثراما يعملون في صف هذا الطرف او صف هذا الطرف اما ان تكون حقوقي تنحازن الحقيقة وتنحازن البحايا فانت بلا شك معرب للتصفية والاعتقال في اي وقت من الاوقات ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا افسد توفيق رحب بمن تنضم الينا الان من السويد رئيسة مؤسسة اكون للحقوق والحريات الناشطة لنا الحسني اهلا بك يستاذ لينا كيف تنظرين الى استمرار السيدة في الميليشيات للمنظمات الدولية العاملة في اليمن وللموظفين او لعاملي القطاع الحقوقي بشكل عام؟ اولا مرحبا بكم ثانيا هي ليست سابقة جديدة للحوثيين في اخططاع العامل في المؤسسات المجتمع المدني او المؤسسات الدولية ايضا فقط دعنا نتذكر انهم في 2015 في ديسمبر كانوا قد اعتقلوا موظفة النجلة الدولية للتريب الاحمر التونسية نوران حواس طلت عامل كامل مع الحوثيين وحين اطلقتها اطلقت بوساطة عمانية عامل كامل لا نعلم ما الذي حدث بهذه الموظفة في معتقل الحوثيين ما هي آليات هذه الوثاطة هل طلبوا فدية مبالغ مالية وهكذا ايضا ايضا لدينا هناك حادثة لموظف يمني يتبع منظمات الهجرة الدولية منذ عام 2018 في يناير يقوم الآن عام هو هشام بقاس الذي اقتطوا فوق بعض خلقهم لعمله وهو برفقة زوجتها اقتطوا لديها مجهولة ظل هذا الموظف التابع للموظمة الدولية والهجرة الدولية عشرة ايام لا احد يعلم عن مكانه وفقا تم اطلاق صراحة احنا نقول انه ليست سابقة لهذه الماليشيات تظل في استمرار لعدة اسباب التابع الاول هي مليشيات نحن لا نستطيع معرفة ماذا تريد او ما الهدف من الاختطاف السبب الثاني هو ايضا سكوط المنظمات الذي يعمل بها هؤلاء العاملين اليمنيين انظر الى حكاية اختطاف نوران الحواس طبعا هناك الكثير من التفاعل في هذا الامر كونها ليست يمنية وانظر الى الحادثات المختصة باوفا حاليا وزميلها حسن الحسن وهيشان بقارس مرر هذه الحادثات الاختطاف نور الكرام على المنظمات الدولية حتى المنظمات التي يعملها هؤلاء المنظمين لم تنظر بيانات الاسباب كيف اوفا الى حد الان لم تخرج ما وصلنا ايضا ان جميلها اطلق صراحة وهي لا زالت عند الحوثيين سفر وورد الى الان اي بيان لم تنظرهم مخصوص موظفتها المختطفة وكذلك عندما اختطف هشان بقارس لم نجد تضليل المنظمة التي عمل معها وهذا ما يجعل الحوثيين في مأمن سوف يستمرون بهذه عملية الاختطاف طيب هذا يجعل يعني يدفعني للتساؤل وانقل هذا التساؤل اليك أسا التوفيق لماذا لا تقوم هذه المنظمات بإصدار مواقف يعني سواء اذا كان الموظف عاملا يمنيا او عاملا غير يمني اليس من المفترض ان يصدر موقف من المنظمة ان تعلن ما الذي حدث ما طبيعة ما حدث ام ان هناك اعتبارات امنية كون هذا الموظف يمني يعني وهناك خشية من الاعلان عن عملية الاختطاف خشية على حياته لا نعتقد انه لا يوجد اي مبرر بحكم العلاقة القائمة بين المنظمة والعامل في هذه المنظمة يتوجب على هذه المنظمة ان تقوم بالدفاع عن هذا الموظف او بيان ملابسات ما تعرض لا هذا اولا من جان سواء على المستوى الاداري او على المستوى الاخلاقي وبالتالي نحن كما قلت لك سابقا هذه المنظمات دائما تجعلنا نضع مجموعة من علامة الاستخدام عن هذا الصمت هل هي الخشية من ان تقوم جماعة الحوطة على سبيل المثال من منعها من ممارسة عملات المناطق التي تسيطر عليها وبالتالي انا اقول مثل هذا الامر هو بالنهاية لا يوجد اي مبرر اي كان هذا المبرر بالنهاية هذا موظف اختطفا او اعتقلت على السفان بسبب ممارسته لأعمال قانونية مرتبطة بهذه المنظمات سواء كانت هذه المنظمة محلية او كانت هذه المنظمة اجنى خارجية وبالتالي اول هذه العلاقة او بند هذه العلاقة ان تقوم هذه المنظمة باخدار بيان ومخاطبة السلطات المختصة ومتابعتها الى غير ذلك وبالتالي انا اعتقد ان هناك عيب خطير على المنظمات الدولية ان توضح ما الذي يدور كما قلت لك حتى في حالة الافراج عن هؤلاء المعتقلين يتم الافراج دون معرفة احد نحن من خلال استماع لكثير من المعتقلين الذين تم الافراج عنهم هناك اسماء محددة لمعتقلين تابعين للصليب الاحمر المعتقلين يطبعون منظمات دولية معتبرة ظلوا في هذه السقل لفترات طويلة والاعجب والاغرب من هذا ان منذوبي وموبطي هذه المنظمات كانوا يتواترون وينتظمون في زيارتهم الى داخل السقون سواء كان في سقن براحمة في القنوب او كان في سقن الامر السياسي في العاصمة الصنعاء ولا نعلم ما ستم اعتقالهم ولا نعلم ما ستم الافراج عنهم ولا نعلم ما هو مصيرهم داخل السقن وبالتالي هناك ثغرة خطيرة جدا على هذه المنظمات وانا نستغل هذه الفرصة اليوم ونحن نناقش قضية اعتقاله وسن عيمي وزميلها لنضع هذا السؤال مرة ثانية على الطاولة وبكل هبوث وعلى المنظمات الدولية العاملة في اليمن ان تكون شقافة لانه اذا كان الامر متعلق بموبص يمني فهذا ايضا نوع من التمييز الذي لا يليق بمثل هذه المنظمات ان تقع فيه واذا كان العملية لهذا السبع اعتقد ان هذه المنظمات ستفقد الكثير من رصيدها الاخلاقي والمهني داخل اليمن وعلى سمعتها الخاصية ارجونا انت تفضل بالبقام انا مرة اخرى استاذ توفيق اعود اليك استاذ لينا يعني في سياق الموقف الدولي حيال هذه الجرائم انت لفت النظر الى التعامل الذي قامت به المنظمات الدولية اذا حالت نوران حواز مثلا كذلك ربما ايضا لحنة الذي توفي في تعز او الذي قتل في تعز موظف الصليب الاحمر هناك حالة من التفاعل محليا وخارجيا باعتبار لكن الان برأيك ما الذي واجب عمله في سياق الانتصار لمن يختطف ومن سبق لهم الاختطاف ايضا اولا انا اتفق مع مقاره توفيق هناك تنميز ضد الموظف اليمني هناك تفريقا ما بين اهليات الحماية للموظفين المحليين اليمنيين والموظفين الاجانب لاحظنا هذا من خلال ما حدث بالتفاعل في القضايا المدخورة اضيف ايضا حتى في التأمين عندما تحدث لهم حالة يعني اصابات معينة في وقت العمل في اماكن العمل هناك تنميز ما بين العامل اليمني او والاجنبي برغم انه الذي في الميدان والذي تعرض للخطر اكتر هو العامل على تبيل المثال هناك منظمة الغت عقد احد العاملين في الميدان اليمني لانه اصيب في برساطة هذا الاتفاق او هناك تنميز يجب ان نطرحه يجب ان نناقشه جميعا يجب ان لا ضغط جميعا على هذه المنظمات الدولية هناك يجب ان يكون تساوي بآلية الحماية بين الموظفين المحليين اليمنيين والموظفين الاجانب كون من يتعرض به خطر اكثر في المناطق التي بها اشتباكات مباشرة في المناطق التي سيطر عليها المليشيات هو الموظف اليمني كما يخرج اذا كان هناك شخص واحد او موظف اقنبي يعني يخرج في عنده آليات حماية متعددة لا تنسل ربعها الى الموظف اليمني نبدأ بعمليات كمنظمات مجتمع مدني نوصل ما يحصل من هذه المنظمات من انتهاكات هذه تعد انتهاكات ضد موظفيهم يجب ان نقف لها جميعا المساوى عدم التمييز ما بين الموظفين في الحقوق ايضا في رواتبهم تقل كثيرا عن الموظف الاجنبي للأساس لكن لا يرجع ذلك الى طبيعة ان الموظف الخارجي هو جاء يعني الموظف غير اليمني هو يأتي من الخارج الى اليمن بالتالي هناك نوع من المخاطر الاضافية عليه باعتبار انه يذهب الى دولة اخرى في المقابل هناك من يتحدث على ان هؤلاء بالاخير مرتبطين بعقود وملزمين قانونا هذه المنظمات بالدفاع بشكل متساوي على موظفيهم بفعل العقود او باعتبار العقود التي يعني هي بينهم وبين هؤلاء الموظفين بقبل العقود كما اشرت هناك جانب اخلاقين طبعا نحن ايضا كمنظمات محلية نهتم بسلامة موظفين والعاملين معنا تجد حين تبدأ تسائل هذه المنظمات تخبرونك نحن مثلا في حالة اوفاء يعني الى خمسة ايام وستة ايام اليوم ولم تطلق اي بيان نحن نقوم بالوساطات هذه الرد المعتاد من المنظمات نحن نقوم بالوساطات ننريد ان نؤقق الموضوع ربما نصل الى يعني الى حل سريع خوفا على موظفينا لكن هذه ليست اسباب هناك شيئا اخلاقية يجب ان تبحث بعد موظفيك انت منظم ايضا بعقب بينك وبينها لكن للأسف التعامل غير انساني ما بين المنظمات الدولية نحن كمنظمات محلية العامين او الموظفين الذين معنا اكثر من المنظمات الدولية اعود اعود الى الستوفيق في نقطة مهمة ايضا او في نقطة كيف يمكن او ما هو الموقف الواجب الان من قبل المنظمات الدولية الامام المتحدة ايضا باعتبارها احدى المؤسسات الفاعلة بالعمل سواء الانساني او بجوانب اخرى بداخل اليمن ايضا اعتقد الامر واضح ونحن نقدم لهم توصيات هناك بروتوكولات هناك مجموعة من الادلة الارشادية صادرة من الامم المتحدة او صادرة من الاتحاد الاوروبي الى غير ذلك ومتعلقة بحماية العاملين في المنظمات المجتمع المدنية والناشطين بشكل عام لكن انا اريد ان اؤكد ايضا على نقطة على انه مثل هذه التكرار مثل هذه الحوادث وتكرار هذا الخذلان وهذه البضابية المخيفة بشكل كبير حتى على مستوى احيانا اعتقال الناشطين اليمنين تجد انه اعتقال ناشط معين تتسارع بعض المنظمات الحقوقية الكبرى لاصدار بيانات استنكار لاعتقال كلام من الناس تجد في المقادل هناك ناشطين وراصدين وطائلين في الميدان يتم ابلاغ هذه المنظمات باعتقالهم واختطاطهم واختائهم قصرا وتعذيبا وتجد تغافل غير كبير دون ان تدريت ما هو التمييز وما هي المعايير لكي تصدر بيان للبغض على الميليشيات لفرق عن المعتقل الفلاني ولا تصدر بيان بشهد المعتقل الآخر وبالتالي انا اعتقد اليوم لا يوجد تعويل كبير بدرجة اساسية على المجتمع المدني انا ادعو الى تشكيل هيئة او تشبيه قوي بين المنظمات المدنية للوقوف صفا واحدا في وجه مثل هذه الانتهاكات ويكون لديها مواقف واضحة وبيانات واضحة ومخاطبات واضحة مع الدول بحيث يتعرى هذا الخضلان ونقص مع كافة الراصدين والناشطين والفاعلين ايا كان ونعتقد بمثل هذا الامر يمكن ان نقص مع انفسها لكن ان ننتظر الانصاف من الاخرين او من المنظمات الخارجية لا لان مثل هذه المواقف حتى تفقد اثقاف العمل الحقوقي هناك اليوم كثير من المناشطين يحكم عن التحرك الجاد والفاعل في الميدان لانه رأى ان احدى او زملائه في المنظمات الدولية تم اعتقاله حتى لم يصدر بيان واحد بشأنه او تنديد في وسائل الاعلام بشأنه وبالتالي اذا كانت هذه المنظمات الكبرى قد سكتت وعجزت يرى انه من باب اولى ان المنظمات الوطنية والمحلية ستكون اكثر عجزا وبالتالي لن تلتفت الى قضايا وبالتالي تضيع هذه الحقوق وتسكت هذه الاصوات وتضيع حقوق البحايا وبالتالي يجب على المنظمات والناشطين اليمنيين ان يخلقوا آلية معينة عن استنسيق فيما بينهم في مثل هذه القضايا على الاقل ليكون صوتهم واضحا ومسموعا وقليا ويصل الى ابعد مدى لكشف مثل هذه الانتهاجة أشكرك أستاذ توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات كنت معنا بالهاتف من فيينا بعودة أخيرة إليك سيدة لينا الحسني الآن هذا الصمت برأيك كيف تتلقى ميليشيات الحوثي أو كيف تتعامل مع ميليشيات الحوثي وهي التي تختطف هؤلاء الموظفين طبعا هذا الصمت يؤدي هذه الميليشيات تزداد في قبلوتها لن يقف هي تعتقد هذا الشيء يدعوهم إلى الابتزاز هذا هو عام الابتزاز باتجاه لمنظمة الدولية أولا التي تستأثر على العمل الإنساني والإغاثي لها أحيانا هي تطلب وهذا ما هو حاصل أيضا في صنعها يتم اعتقال أحد الموظفين الموظفين لديها حتى يتم توظيف إجبار المنظمة الدولية على توظيف بعض من أتباع جماعات الحووطي في أماكن أو إدارة محددة وحساسة في المنظمة الدولية ومقعها تسيطر على هذه المنظمة هي بهذا الصمت تقوى أكثر تسعى للإبتزاز أكثر ولم تتوانع عن عمل أي اختطاف آخر أشكرك أستاذ لنا الحسني رئيسة مؤسسة أكون للحقوق والحريات كنت معنى أبو الهاتف من السويد أشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصاد في ختام هذه الحلقة تقبل تحياتي وتحيات الزملاء في طاقم العمل الفني والتحرير إلى اللقاء اشتركوا في القناة